وصفتنا اليوم وصفة سهلة وسريعة هي مخلل البتنجين مثل ايام خلل ممكن نساوي الجذر للاخيار الارنبيت عندي تنجرة كبيرة فيها ماء بحرارة الغرفة ماء نضيفة ما لازم تكون ماء سخنة ولا عم تغلي منزل البتنجين لازم تكون بعدها بحرارة الغرفة فمنحط البتنجين ومنطقلهم حتى يسوق كلياتهم مع بعض وهلا من بعد ما تغلي المي بعير ربع ساعة وبشيل البتنجين تحت الحنفية من بردهم وبشيل عنهم الراس بهيدي الطريقة مثل ما نكون شايفين هلا هون هايدي المرحلة ممكن نستغني عنا اذا عندكم وقت وحابين تتخلصوا شوي من حجم البتنجين اذا ما عندكم كتير مراطبين اذا ما ياخدوا حجم بالمرتبين ممكن نحطوا لهم ملعة ملح ومنطقل عليهم نصف ساعة على ساعة حتى نتخلص من كمية المي شوي من نون واذا ما عملتوا يعني ما في اي مشكلة هلا من قصب السكينة البتنجيني بهذا الشكل شوفوا قف قلبها قبيل لاني خلانيهم يسوقوا بشكل صحيح هلا بالنسبة للحشوة عندي توم مهروس واذا بتكون بتضيفوا عليهم الفلايف لي حمرة مهروسة والحشوة لازم تكون كتير قليلة بقلب حبة البتنجين مش متل المكدوس من تليع حشوة لا هون الحشوة لازم تكون قليلة لان هي بس توم وممكن كمان بس تقصوهم وما تحطوا اي حشوة بالبن بالنسبة للمي عندي هون لكل كباية مي ملعة كبيرة من الملح الخشين وبحرقون حتى نتأكد من كمية الملح ايضا صحيحة نستخدم البيضة اذا ضفت البيضة بهذا الشكل لفوق يعني كمية الملح كتير منيحة هلا منضيف الماء فوق البتنجينات حطيتوا كمان بالمرتبان فلايف لي ممكن تكون فلايف لي حدة وممكن كمان ضيف حبات من التوم ولا كل لتر من الماء اللي حطيناها ملعتين طعام او ملعتين كبار من الخل وممكن تضيفوا اذا عندكم خاصة كمية كبيرة اضيفوا لكل مرتبان ملع صغيري من السكر كمية دي حبصة فإذا منغطيهم ومنضر عليهم تقريبا ربع 15 يوم وبصيروا عنا جاهزين فها هي طريقة مخلال البتنجين اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتعملوا تفعيل الجرس اللي يشترككم كل جديد وما تنسوا تشوفوا فيديو مكدوس البتنجين وبشوفكم في فيديو تاني وساحتين والف عافية وباي باي